السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على أناتي نديل التعليم مع فيديو جديد الفرد الأول من الدورة الأولى مادة اللغة العربية للمستوى الثالث إعدادي إذن هذا نموذج من الفرد الأول نبدأ من نص الانطلاق بعلوان تجربة الصلاة الأولى إذن النص تجمدت في مكاني بينما كنت أحطئ في البؤعة التي أمامي حيث كان علي أن أهوي إليها على الطرف الأربعة وأضع وجهي على الأرض لم أستطع أن أفعل ذلك لم أستطع أن أنزل بنفسي أنزل بنفسي إلى الأرض أن أدخل لي النصائي مؤيدتان لا تأذران على الانتناء تخيلت ضحكات أصدقائي ومعارفي وهم يرائبونني وتخيلت كم سأكون مثيرا للشفاءة والسخرية بينهم ولم يكن يرضيني أن أصير رجلا مدموما فعله بالتردد في دينه والاهتمام بكلام الناس أخذت أدعو أرجوك أرجوك أعني على هذا أخذت نفسا عميئا وأرغمت نفسي على النزول الآن صرت على أربعتي ثم ترددت لحظات قليلة وبعد ذلك ضغطت وجهي على السجادة أفرقت دهني من كل الأفكار وتلفطت ثلاث مرات بعبارة سبحان ربي الأعلى الله أكبر قلتها ورفعت من السجود جالسا على عائبي وضعيت دهني فارغا رافضا السماح لأي شيء أن يصرف انتباهي وصارعت عواطفي وكبريائي فيما تبأني من الصلاة لكن الأمر صار أهون في كل شرط حتى أنني كنت في سكينة شبه كاملة في آخر سجدة أخذت الدموع تنهمر على وجهي ووجدت نفسي أن تحب بشدة وكلما زاد بكائي ازداد إحساسي بأن أوة خارئة من الرطف والرحمة تحتضنني أما أهم ما أدركته في ذلك الوقت فهو أنني في حاجة ماسة إلى الله وإلى الصلاة فأبل أن أأوم من مكاني دعوت بهذا الدعاء الأخير اللهم إذا تجرأت على الكفر بك مرة أخرى فأهلكني أبل ذلك خلصني من هذه الحياة من الصعب جدا أن أحيى بكل ما عندي من النوائس والعيوب لكنني لا أستطيع أن أعيش يوما واحدا آخر وأنا أنكر وجودك إذن كان هذا النص الانقلاء ننتقل إلى الأسئلة سؤال أول حدد المجال الذي ينتمي إليه النص إذن النص هنا يتحدث عن تجربة الصلاة الأولى إذن المجال الإسلامي نكتب هنا المجال الإسلامي سؤال الثاني أشرح حسب سياء النص ما يلي يصرف إذن يصرف يحول يبعد يغير إذن عند معاني كثيرة إذن حسب سياء النص يمكن أن نكتب يحول يبعد كلمة الثانية أنتحب إذن أنتحب معناها أبكي أنتحب أي أبكي سؤال الثالث استخرج من النص الألفاظ الدل على المعجمين الديني والعاطفي وصنفها حسب الجدول أربعة ألفاظ في كل خانة إذن سنكتب الألفاظ التي تدل على المعجم الديني والمعجم العاطفي إذن حسب النص فالألفاظ التي تدل على المعجم الديني هي الصلاة دائما حسب النص أما الألفاظ التي تدل على المجال العاطفي فهي الشفاءة عواطف بكاء الدموع إذن هذه الكلمات تدل على المجال العاطفي ننتقل إلى السؤال الرابع لخيص النص في بضعة أسطر إذن هنا سنلخيص النص باحترام الأفكار أو الترتيب الذي لدينا هنا في النص إذن سأعطيكم مثالا ونقل لكم تلخيص أنتم النص أيضا إذن رابعا تلخيص النص تردد السارد إذن تردد السارد في البداية في أداء الصلاة لكنه حاول أن يتغلب أن يتغلب على الصعوبات التي واجهته بكل قوة مما مكنه من أدائها وخاصة عندما أفرغ ذهنه من كل الأفكار حتى أصبح في شبه سكينة كاملة في آخر سجدة حيث أخذت الدموع تنهمر على وجهه لأنه أحس بطمئ مينة كبيرة بعد أداء الصلاة إذن هذا خلال نموذج لتلخيص النص سأعيد تردد السارد في البداية في أداء الصلاة لكنه حاول أن يتغلب على الصعوبات التي واجهته بكل قوة مما مكنه من أدائها وخاصة عندما أفرغ ذهنه من كل الأفكار حتى أصبح في شبه سكينة كاملة في آخر سجدة حيث أخذت الدموع تنهمر على وجهه لأنه أحس بطمأنينة كبيرة بعد أداء الصلاة إذن ننتقل إلى السؤال الخامس أبرز الإيمان المحمولة في النص مستدلا على ذلك إذن الإيمان المحمولة في النص هو الإيمان بالله والصبر على الصلاة إذن حسب النص الإيمان واضحة هنا هي الإيمان بالله الإيمان بالله والصبر على الصلاة إذن الدليل هنا هو إصرار الكاتب الدليل هو إصرار الكاتب أو السارد على أداء الصلاة رغم الصعوبات والعرائل التي واجهته إذن إيمان بالله والصبع على الصلاة هي الإيمان المحمولة في النص والدليل هو إصرار الكاتب على أداء الصلاة رغم الصعوبات والعرائل التي واجهت إذن ننتقل إلى أسئلة الدرس اللغوي أضبط بالشكل التام الكلمات المسططة تحتها في النص إذن هنا حسب النص أهوية هنا لحظات قليلة السماحة أهوان دائما حسب موعها في الجملة استخدام من النص ما يلي إسم فاعل من التلاتي إذن إسم فاعل من التلاتي من النص هناك جالسا جالس جالسا هناك أيضا فارغا هذا من التلاتي على وزن فاعل هناك أيضا رافضا إسم فاعل من غير التلاتي إذن من غير التلاتي هناك مثيرا السؤال الثالث ركب جملة تستعمل فيها إسم فعول معموله شبه جملة مثلا جملة الطفل مشغول أو منشغل بلعابه هذا المثال يمكنكم إعطاء جملة أخرى من اختياركم السؤال الرابع يمكن إعطاء جملة أخرى مثلا البخيل مذموم بأفعاله أو أي جملة المهم أن يكون فيها إسم مفعول معموله شبه جملة السؤال الرابع حدد إسم الفاعل ومعموله وشرط عمله في الجملة التالية إذن جملة أمتأكد أنت من جوابك إذن هنا إسم الفاعل متأكد معموله أنت شرط عمله هنا يدل على الحال والاستقبال لأنه مصبوء باستفهة إذن يدل على الحال والاستقبال مصبوء باستفهة سؤال خامس أعرب ما كتبه بخط مضغوط ضعف للنص مدموما فعله إذن مدموما فعله مدموما نعت تابع لمنعوته لمنعوته في النصب وهو اسم مفعول عامل فعله نائب الفاعل مرفوع بالضمة الظاهر بالضمة وهو مضاف واله مضاف إلي إذن أعيد إعراض مدموما نعت تابع لمنعوته في النصب وهو اسم مفعول عامل فعله نائب الفاعل منفوع بالضمة وهو مضاف واله مضاف إلي التعبير الكتابي اكتب يومية تحكي فيها عن تجربة اجتيازك لأول فرض كتابي في إحدى المواد المؤررة خلال هذا الموسم الدراسي مستطمرا ما درسته في مهارة كتابة اليومية إذن هنا كل تنمية يكتب يومية يتحدث فيها عن تجربته الأولى في كتابة الفرض مع اتباع الخطوات التي درسها في خلال الدرس إذن هكذا نكون الآن نموذج الفرض الأول للدرسة الأولى من المادة اللغة العربية للمستوى الثالث إعدادي مرحبا بجميع تعليقاتكم أو احتراحاتكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر